توت عنخ إيمان هو أكثر اسم جذاب في عالم المصريات في العالم ولكنه هو أكثر اسم غموضاً وده اللي خلى العالم كله يحب القصة بتاعة المقبرة واكتشاف المقبرة لأن بيها إثارة عائشة حتى الآن حتى في القرن الواحد وعشرين لأن الغيّة دلوقتي لا يوجد البرديات الكافية والنصوص الكافية لمعرفة ما نعرفه عامة عن ملك من ملوك مصر رجل حكم حوالي 9 سنوات منه عنده 8 سنين 9 سنين مات 17 أو 18 ومع هذا ما نعرفش حاجات كتيرة عن حروبه عن إنجازاته العسكرية زي ما نعرف عن الملوك التنين فبالتالي خلى الدنيا كلها وما زالت تعيش في حالة من الغموض رغم إن هي أشهر مقبرة وأكتر عدد من الآثار والمقتنيات الشخصية والجنائزية تكتشف في مقبرة واحدة واحدة من أصغر 3 مقابر فيه 64 مقبرة في وادي الملوك ومع هذا نجد 5398 قطعة ما فيش واحدة ما تقدريش تقولي عليها إن هي مش قطعة متفردة ماستر بيس ما تقدريش تقولي إنها قطعة مقررة في حتة تانية شفناها في مقبرة أخرى أنا لا أستبعد كثيراً فكرة الإغتيال وهذا لأنه أنا قد وجدت أن هناك ليجين أو هناك ندبة في الوجنة اليسرى للممياء وهي عبارة عن قشرة وندبة لم تكتمل التأمها هذا الجرح الكبير فربما يكون قد ضرب بآلة حادة ما وخصوصاً نحن لغاية دلوقتي نحن في انتظار علماء المصريات يقولون إنها هي الندبة دي جات منين والتعويرة دي جات منين والقطعة دي جات منين إنها كبيرة وبالتالي من الممكن جداً أن يكون وقد مات الملك وهي ما زالت في طور الالتقام إذن السؤال يبقى هل قتل هل أغتيل أتوت عن قيمة في هذا السن وخصوصاً في حساسية الموقف السياسي في وقت حكمه أنا لا أستبعد هذا أبداً ترجمة نانسي قنقر